نحياكم والله ومشاهدين الكرام في الساعة الثانية واللي حنتكلم عليها في موضوع مهم جداً زي ما تكلمت سمع أنه كنا متكلم قبل الفاصل أنه للأسف في ناس كانوا عندهم من الأولين والقدامة مثل الجدات أنه كل واحد يوزع دواء بيعزموا على بعض الأدوية فبيستسهلوا ناس كثير موضوع تناول الدواء دون أنهم يرجعوا إلى الطبيب أو إلى دكتور مختص وبيعتمد منهم على تجارب شخصية لأشخاص تناولوا دواء معين لذلك نقول للمشاهدين انتبهوا من الدول أنه سلاح أو سلاح ذو حدي ويجب عدم التهاون في تناولين مهما كانت الحاجة ماسة إلى ذلك وللحديث أكثر يسعدنا أن نرحب بالصيدلانية نجلة العبار أهلا فيك نجلة أهلا وسهلا صباح الخير نجلة صباح نور أولا سعيدين بتواجدك معنا بالفقرة الطبية وإن شاء الله بيكون لنا لقاءات قادمة ومواضيع مختلفة بالبداية نتحدث يعني كنا نتحدث بفكاهة قبل هذه الفقرة أنه كان في زمان بعض نصف فعليا بعض مع بعض في الدواء والله هذا الدواء منيح أنا ارتحت عليه ممكن نتجربه فممكن هذا قلة وعي عند كثير من الناس الآن نتحدث بشكل عام ما هي أبرز الأخطاء الشائعة في استخدام الأدوية عند الناس أوكي في كثير أخطاء شائعة على استخدام الأدوية ورقم واحد أنه بعض الأحيان المريض بيكون عنده التهاب وبيكون بيستخدم العلاج اللي غلط لهذا الالتهار صحيح في نوعين يعني في ثلاث أنواع التهابات يا أما بيكون التهاب فيروسي يا أما التهاب بكتيري يا أما التهاب ما اسمه؟ فطريات نعم وأغلب التهابين شائعات هم الالتهاب الفيروسي والبكتيري ومعظم الأدوية اللي بيصيدلت تكون التهاب مضادة حيوية نعم المضادة الحيوية للتهاب البكتيري ما بيروح للالتهاب الفيروسي مزبور فالمشكلة هنا أن الأعراض بتكون كتير متشابهة بين الالتهاب الفيروسي والالتهاب البكتيري نعم فهذه هنا المشكلة انه لو انت استخدمت مضاد حيوي لالتهاب مش بكتيري ما رح تتعالجه رح تاخد التهاب هتاخد اعراض جانبية انت مو في حاجة الها صحيح فهي بتسبب الى مناعة ضد البكتيريا فهذا اول خطأ انك تعرف نوع الالتهاب وهذا من عن طريق الدكتور او انك تاخد فحص حلصات معينة واجرات فهذا رقم واحد رقمتين نحكي انه الالتهاب هو التهاب بكتيري حددناها نعم بتبلش انت بالمضاد الحيوي وما بتكمله بالضبط بتبلش يوم يوم يومين ثلاثة تحسنت حالك تحسنت ونوقف بنص الطريق صحيح فهي مشكلة عشان لسه بيضل عندك بكتيريا بجسمك وهي مضعفة بس ما بتموت وقفت المضاد الحيوي فالبكتيريا تخلق مناعة ضد الانتيبياتك وببطل يتجاوب معها الانتيبياتك صحيح اصلا فيه قطورة كثيرة يعني مؤخرا صار كثير من الناس وكثير حتى من الدراسات تؤكد على اهمية تناول المضادات الحيوية بكثرة اولا وثانيا بدون استشارة وثالثا بدون انهاء فعليا الكورس المعين او الموصوف للمريض من المضادة الحيوية مزبوط فهي ثاني خطأ ثالث خطأ انت معايش عم تاخد هذا العلاج هلا فيه مضادات حيوية لازم تاخدها مع الاكل فيه من دون اكل ونوع الاكل فمثلا معظم المضادات الحيوية بعد الاكل بس فيه كمان جزء من غير اكل زي احنا متعودين انه دائما بعد الاكل بعد الاكل بس اذا الدكتور مثلا وصف تركيبة الزومعكس اللي هي الزيتروميسين هاي يعني بنسى المريض فبياخدها بعد الاكل وبيتأثر من الامتصال يعني الدواء ما بتنتص بالشكل المناسب فما بستفيد من العلاج بعضهم حتى قبل النوم تقريبا بعض مضادات حيوية اه فهذا النوع من الادوية لازم ساعة بال الاكل او ساعتين بعد الاكل غير هيك مثلا فيه ادوية لازم تتجنب اكلات معينة مثلا الحديد اذا انت معزوم على منصف مثلا لازم تاخد الوجبة ساعة قبل وجبة المنصف اللي فيها الحديد او بعد ساعتين او حتى مع الشاي كمان فيه ناس ممكن يأخذوا حبت الحديد دوغري بيروحوا بيشربوا شاي فالشاي بمنع امتصاص الحديد في الجسم او بيقول انا ما استفدت من السبلة من انتهاد ويركز مثلا يأخذها مع كاسة العصير ما بيأخذها مع كاسة العصير اعم فيه كمان ادوية فيها بتكون كابسولات الكابسولات بتكون المادة الفعالة محللة جوها بيفاكلوا انه اوكي يفتحوا الكابسولة يحلوها في المية ويشربوها ايه يشربوها فهذا كمان خطأ انه هي كابسولة مصنعة بحيث انه تفرز من الكابسولة بالامعاء وبشكل تدريجي اها ومش انه لو شربتها وهي بالكاسة الماي راح تنفرس بالمعدة تسبب تهيج بالمعدة فهذا خطأ يراجع فيها يعني بالطبيب او سيدلاني اذا بدوا يحلها بالماي فكمان خطأ انه بين الادوية بين بعض انه صحيح تضارب الادوية فيه ناس عندهم امراض مزمنة وممكن بطروا ياخدوا كمان ادوية وفعليا ما في اوقات حتى للدواء يعني احنا نجلا اذا ما نتحدث يفضل انه يتاخد الدواء في موعد نفسه بنفسه اليوم حتى تكون الفعالية اكبر الناس بستهين بهذا الموضوع وبالتوقيت وحتى اذا كان بياخدوا اكتر من دواء بستهينوا في انه فعليا المد لازم تكون بين نوع من معين من الدواء والنوع الاخر هناك ادوية انه لو اخدتها مع بعض بيعطيك افكت كويس اللي بنسميه افكت مضاعف هذا مفيد وفي ادوية لو اخدتها مع بعض بيضاربوا بيبطل الهم فعالية لا هاي ولا هاي وفي ادوية ممكن يضروا لو اخدتهم مع بعض هذه الادوية اللي حيانا لما بتكون زي ما تكلمت سماح انه لازم يكونوا في نفس الموعد احيانا بيجنوا واحد بنساهم بياخدهم مهلا كان متعود بعد الاكل في الغدا اللي جاء اخذوه ثاني يوم في المغرب يواصل على نفس الفترة اللي تغيرت فيها المخروصة عادي كمل على نفس الوقت اللي تغير الجديد اه مش انه يعوض الجرعة عشان ما ياخد اعراض جانبية نعم طيب ما اهمية قراءة الرشتة يعني بارح كنا منيحكي انا بحب اقرأ الرشتة ونصحتني سيدة لانية صديقة ما تقرأ الرشتة لانه في فعليا بعض الآثار الجانبية ممكن تخوفنا من الدواء وفي بعض الأوقات لازم نقرأ الرشتة في بعض الحالات فهل فعلا هو مهم انه نقرأ الرشتة او النشرة المرفقة للدواء نعم بما انه في رشتة مرفقة مع الدواء فلا شك في ذلك انه هي مهمة فهلا العراض الجانبية اللي بتصير بالرشتة اللي مكتوبة فيها بتخوف احيانا يعني لازم تنكتب حتى ولو واحدة بالمية ممكن انه يصير معك نعم عشان تحمي المريض يعني في حالات مثلا الدكتور بيكون كاتب العلاج ما بيعرف مية بالمية الكيس تبع البيشنت او ايش ادوية تانية بيكون كاتبها فاذا صار مع البيشنت سايد افكس معينة بيكون بيقدر يفتح اللي فلت او الصيدلاني كمان مش كل سايد افكس بيكون حافظها بالأدوية نعم فبيسترجع للوصفة فهاي شغلة مهمة ثانيا مرات المريض بيكون عنده مرض والدكتور بيكون كاتب له العلاج فبيستغرب انه ليش هذا كاتب لي العلاج هذا مثلا دول متوتريكسيت بالاصل دوله سرطان صحيح نعم فانه بيقلق المريض انه ليش كاتب لي دول السرطان لهذا المرض فبيبتح اللي فلت بيكون مكتوب اكتر من انديكيشن انه كمان يوصف لانتهاب اكتر من ارمتويد 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 ممكن دول قلب مفيد لدول او لمرض الضغط في بعض الادوية فعليا بتكون هي معروفة انه لمرض معين ولكن بيكون كمان الى استطبابات تانية مفيدة طيب الان نتحدث عن التسمم الدوائي يعني نتحدث عن اعراض التسمم الدوائي ومتى يعني شو سببه حلا التسمم الدوائي بسببه بيكون انت اخدت اعراض جانبية يعني غير مرغوب بها يعني مرات بيكون الاعراض طبعا انت بدكيها هذا هو العلاج وشباة وفي اعراض بتصيبك انت مش مرغوب بها فهي بتكون على شكل مثلا اذا خدت اطرة بيكون عندك اتساع بحضقة العين نعم او انخفاض فيها بشكل حاذ ممكن يسيبك انخفاض بدرجة حرارة الجسم تسارع بدقات القلب تقيق احيانا ازرقاق بالجسم اسهال نعم تضيق بالتنفس كل هاي الاعراض اللي غير مرغوب بها يعني اعراض من التسمم لو تفاقمت يعني سمح الله تؤدي الى شاك ولازم يعني فورا ان رك تروح على التوارئ يعني خطيرة على الحياة طبعا تاخد مادة انه تمتص الدواء اللي سببت هذه الاعراض الجانبية او تعكس الفعل نعم يمكن زي ما في الاطعمة وفي الاغذيان وتسوي غسيل معداري برضو لها ادوية خاصة انها تمتصها طيب ما هي يعني اعراض سوء استخدام الادوية يعني فيناس مثلا بيحب انه يزيد الدواء يقول لك انه خلاص انا متشافة انا متباخر ازيد كل باندول اكثر كل مثلا بربنيد اكثر على اي شي بيزيد عن حده الجرعة بتبطل تعطي ثرابيوتك افكت اللي هي الافكت اللي اللي انت بذكية بيصير عندك اصايد افكت مثلا زودت من جرعة الباندولات ممكن انه يعمل لك تسمم على الكبد المسكينات اذا زدتها بتأثر على المعدة بتسبب قرحة كل هاي المسكينات بيصير لها متابلازم عبر الكلا او كبد بيأثر على وظائف الكلية ووظائف الكبد وبتعطيك صد فكسبت مو بحاجة لها صحيح وكان يعني مؤخرا صار في حديث كثير عن المسكينات كثير من الناس بلجأوا لمراكز ممكن طوارئ هو عليهم انهم يسكنوا ممكن الحالة عبل ما يراجع الطبيب المختص فبقاش بتكون الحالة والعلاج انه مسكينات فصار فيه كثير من التحذيرات خاصة من الفولترين وغيرها يعني هي ممكن اسرع شيء واكثر شيء متوفر في هذه المراكز صار فيه تحذيرات من تناول هذه الأدوية واخذها طيب الان ندب الى جزئية ايضا مهمة في الحديث عن سوء استخدام الدواء فيه كثير من الناس عندهم حساسية من أدوية ولكن ما بيعرفوا وممكن يكون خطر جدا اذا تناول دواء فيه مكون او مركب يتحسس منه الجسم كيف ممكن نعرف انه هل فعليا عندنا حساسية من بعض أنواع الدواء ام لا رقم واحد العرض اذا بيسيبك طفح جلدي يعني لما المريض بيجي على الصيدلية بيطلب الدواء مضاد حيوي من دون وصبة اول ايش اللّ اسأله Одت لديك مثلا patience من الوب transitioning ام لا � choice اذ اديهم رقم جدا انا حصل معي مرة صراحى انا عندي حساسي من البنسلين وعرفت فجأة أنه انا عند حساسي من البن من وقتها صراحى ما فيه ادوية فيها gladly لا تناولها ولكن أيضا في يعني خلينا نكون صريحين شوي في أيضا بعض يعني الأخطاء بيقوم فيها الأطباء ممكن يوصف الدواء بدون ما يسأل المريض أنت هل فعلا هل تعاني من حساسية الدواء أنا ما حدا بعمري سألني وأخذت الدواء وبعد ما طلع العارض عندي اكتشفت أنه عندي حساسية من الفنسلين فهل في فحوصات معينة ممكن نعملها لحتى نعرف إذا عنا حساسية من الدواء نعم إن الدواء نفسه لو تطحنيه تحطي شوية على الجلد بتنتفخ أو يصبح طفح الجلد بتعرف إنه عندك حساسية وممكن مع الوقت يعني موتي صغيرة ما يكون عندك حساسية بس تكباري بصير عندك حساسية صحيح نجب واحد يكون في فحص الدوري إذا مزبوط نعم كرسي القادم ناويات تعالج براتاني نصف عليه خلاص دائم راحل موضوع معي نعم طيب إذا فكرنا أو تكلمنا عن موضوع كيف يتم حفظ الأدوية بطريقة صحيحة هلا إجمالا طريقة الحفظ الأدوية بتكون مكتوبة على البكات نفسه إنه تخزن بالثلاجة بين درجة حرارة 2 إلى 8 دقري سلسيوس هلا لازم واجب صيدلاني إنه يحكي للمريض إنه هاي تخزن بالثلاجة خاصة إذا مضاد حيوي إنت حلاته معاك بس أسبوعين بعد الحال تستخدمه تخزن بالثلاجة بعدين تكبه إذا تأخرت عن الأسبوعين إيش كمان الأطرة أردي محلولة جاهزة معاك شهر بعد ما تفتحها بعدين بتكبها برضو يعني يفضل إنها تخزن بالثلاجة أي شيء محلول يفضل تخزينه بالثلاجة في أدوية أردي محلولة جاهزة زي السيروبس الأدول البروفين الاريس الشراب هاي معاك هاي مش عادي إذا ما أخزنتها بالثلاجة بس معاك من ثلاثة شهور إلى ستة شهور إنك تشوف وضعها كيف ولا تعتمد على التواريخ إمتقيس بالسنسز بالعين بالشم عشان مرات بيكون مضروب طريقة المادة فأنت تطلع إذا تغيرت رائحتها المواد الحافظة بتكون ممكن مضروبة فيها تغيرت شكلها في أدوية لازم بعيدة عن الشمس وتخزن مكان عتمي فكل هاي لازم تكون متباهلها وتحكي للبايشنت عنها أكيد يعني كمان في واجب يقع على السيدة لاني يعني كمان بتثقيف وتوعية الناس بهذه الأمور لأنه أكيد في كثير من الناس لا يعووا يعني هاي الأمور خاصة في حفظ الأمور الأدوية وبالقطرة ممكن قطرة يستخدمها ضلع عنده سنة لا وأنا جبتها وممكن يستخدمها لسنة وهي ممكن فعليتها لشهر وصلاحيتها فقط لشهر واحد يمكنه بس الجميل في الموضوع أنه عندنا في اليمن لما حد يتعامل مع السيد دلاني يجتزم على سيد دلاني واحد هنا بيقع على واجب السيد دلاني يذكرون أنه عندنا تدرك الدواء هذا قبل فترة هاتوا تشوفهم ماذا تأكد منه مصدر واحد بيكون إذا جدا سعدنا فيك السيد دلاني نجلة العبار وشكرا جزيلا بالتأكيد على هذه المعلومات القيمة ويسعد صباحك يسعد صباحك شكرا كثير على الدعوة وأتمنى أني أفدتكم بها المعلومات وشكرا لك جرّا بالتأكيد أهلا بك